شارك وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج نبيل عمار اليوم كمتحدث رئيسي في المحور المتعلق بدعم التنسيق بين مجلس السلم والأمن ومجموعة الدول الأفريقية الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولية آثلاثة بمناسبة مشاركته في ندوة رفيعة المستوى حول دور مجلس السلم والأمن ومجموعة آثلاثة في تعزيز صوت إفريقيا داخل مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة التي تحتفل بالذكرى العاشرة لها بمدينة وهران الجزائرية وأكد الوزير وفق بلاغ صادر عن وزارة الشؤون الخارجية أن تونس كعضو بمجلس السلم والأمن وكذلك خلال عضوياتها السابقة في مجلس الأمن الدولي سنتين عشرين والفين وإحدى وعشرين والفين وضعت مسألة تعزيز السلم والأمن بإفريقيا ضمن أولوياتها وعملت على الدفاع عن مصالح إفريقيا والدفع نحو إيجاد الحلول الشاملة للقضايا الإفريقية كما ركز وزير الشؤون الخارجية والهجرة والتونسيين بالخارج على تقديم مجموعة من المقترحات العملية لمزيد دعم التنسيق بين مجلس السلم والأمن ومجموعة الدول الإفريقية الأعضاء غير الدائمين بمجلس الأمن الدولي A3